اشتركوا في القناة في الموجودة على موقع عالمكم رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو في البداية أصدقائي رح نوقع باليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدريجة رح نختارها من لونين اللون الأول رح نختاره باللون الأبيض واللون الثاني رح نختاره بلون أغمق بشوي ومن اتجاه نختار هذا الاتجاه بحيث يكون في معي تدرج خفيف بالخلفية رح توجه إلى إدراج من أشكال دائرة ورح نرسم دائرة بالضغط على Ctrl و Shift بهذا الشكل من محاذا محاذا إلى الوسط ومحاذا إلى المنتصف هاي الدائرة رح نقلع عليه باليمين ومن تنسيق الشكل تعبئة متدريجة اللون الأول رح نختاره بهذا اللون واللون الثاني رح نختاره بلون أغمق خط رح نحط له كمان تعبئة متدريجة من لونين ونفس اللونين يعني اللون الأول من هذا اللون واللون الثاني من هذا اللون رح نزود الستروك شوي ومن اتجاه رح نختار الاتجاه المعاكس بحيث تطلع معي بهذا الشكل رح نحدد دائرة بالتانية ومن تأثيرات ظل ورح نحط له ظل لأسفل اليمين ورح نزود بابي شوي بهذا الشكل هاي الدائرة رح كريرها بتضغط على كونترول دي من الكيبورد ورح طابق الدائرتين فوق بعض ورح أكبر هاي الدائرة شوي بهذا الشكل هاي الدائرة رح حطها بدون إطار والتعبئة رح نختارها بهذا اللون افتراضي يعني ما رح نحن نتقيد بهذا اللون بس لحط نقطعها لأربع أقسام من إدراج أشكال مستطيل ورح أرسم مستطيل بهذا الشكل من محاذا محاذا إلى الوسط ومحاذا إلى المنتصف رح كرير ورح طابق المستطيلين فوق بعض ورح أعطي التفاف بهذا الشكل رح حدد الدائرة مع المستطيلين ومن دمج الأشكال طرح بعدين هاي الدائرة أو هذول الأربع أشتاء بما أنه لساعدهم جزء واحد رح أخذهم كونترول سي ورح توجه إلى إدراج ومن أشكال رح أخذ مستطيل رح حدد هيك أرسمه رح حد هاي الدائرة مع المستطيلين ومن إدراج طرح رح سوي كونترول في ورح حدد الجزء يلي ظل معي رح أعطيه نقر إلى المقدمة رح أغير له اللون ورح أكرره على الجهة المعاكسة ورح طابق هذول الشكلين فوق بعض هاي رح أكرره لتحت بعدها رح حدد كل الأجزاء معي لحد ما أطال هذا الجزء وأقوم بحذفه هل هذول الأربع أجزاء لهم ظل رح أقرأ لي باليمين ومن تنسيق العنصر ظل ورح أشيل الظل عن نون هل رح أقوم بتعديل ألوان فعندي هاد الربع رح حطه بهذا اللون وهاد الربع رح حطه بهذا اللون وهاد الربع رح حطه بهذا اللون رح حدد الأربع أرباع ورح أقرأ ليهم باليمين ورح أعطيه النقل إلى الخلفية هلا أصدقائي هاي الدائرة رح أكررها كمان مرة ثانية بالضغط على كونترول دي ورح طابق الدائرتين رح كبرها شوي هاي الدائرة رح نحطها المرة بدون تعبئة والإطارة رح نحطه وليكن باللون الأسود بحيث بس نحن نشوف معنا رح نقرع على الدائرة باليمين ومن تنسيق الشكل تأثيرات رح شيل الظل وبعدين رح نقرع علي باليمين ومن تحرير النقاط رح ضغط على هاي النقطة باليمين فتح مسار بعدين حذف نقطة حذف نقطة وحذف نقطة لانه انا بدي بس هاد الربع من الدائرة رح الضغر شوي وراح ارفعه لهاد المكان هلأ معي هاد الشكل رح انقرع علي باليمين ومن تنسيق الشكل رح عطيه تعبئة تعبئة خط طبعا بهاد اللون او باللون الربعي اللي قدامه فمن نفس اللون رح نختاره ومن نوع نهاية السهم رح نختار هاد النوع بهاد الشكل رح كرر هاد السهم يلي صار معي للطرف الثاني ومن انعكاس رح اختار انعكاس الى اليسار 90 درجة وراح احطه بهاد المكان رح كرره للأسفل رح حدد هاد القوس وهلا هاد كما رح اعطيه استدارة وراح احطه بهاد المكان بهاد الشكل هلا اصدقائي رح نقوم بتغيير الالوان رح نحدد هاد القوس وراح نختاره بهاد اللون وهاد القوس رح نختاره بهاد اللون وهاد رح نختاره بهاد اللون هلا الزقاية رح نتوجه الى هاي الشريحة في عندي هون عنوان ونص رح اخدهم كونترول سي كونترول في هاد النص رح حطه بهاد المكان رح اكرره رح حدده النصين وراح اكررهم الى الجهة المعاكسة هلا رح غير الارقام فعندي هون صفر اثنين صفر اثنين صفر اثنين وصفر اربعة وعندي هاد العنوان رح ارفع رفعه شوي وراح حدده مع الدائرة وراح اعطيه تجميع هلا زقائي انا عندي خريطة رح اجيبه من هذا الجهاز رح نقر على الياب اليمين ومن تنسيق الصورة تأثيرات الصورة شفافية وراح اعطيه شفافية 90% وراح نقر على الياب اليمين وراح اعطيه النقل الى الخلفية بحيث تطلع معي بهذا الشكل هيك اصدقائي بيكون خلصنا رسم الاشكال هلا رح نتوجه الى عملية التحريك فرح حدد الدائرة او العنوان ومن حركات رح اخده نمو وتحريك رح فعل جزء الحركة بحيث تطلع الحركات معي هون رح حدد الخريطة وراح اخده التضاؤل مع السابق تأخير 25 او 0.25 من الثاني بهذا الشكل رح حدد هذا الشكل رح اخده تكبير وتصغير من وسط الشريحة رح زود للمدة 75 وراح اخده بعد السابق وراح حدد هذا السهم وراح اخده نمو وتحريك مع السابق وهذا النص رح اخده عائم للداخل رح اختاره بعد السابق رح حدد هذا الربع نسخ الحركة على هذا الربع وهذا القوس نسخ الحركة على هذا القوس وهذا النص نسخ الحركة على هذا النص هلا اصدقائي رح حدد هذول النصين العلويين ومن خيارات تأثير رح اخده عائم للأسفل خلنا نشغل اصدقائي هلا شريحة معنا ونشوف حركة الاشكال كيف رح تطلع وهيك يا اصدقائي بكم خلصنا فيديو اليوم كان معكم عبدالسلام صالح من قناة عالمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة